بصمة كويتية أنيسة محمد جعفر من مواليد دولة الكويت عام 1935 في منطقة القبلة في عام 1941 تلقت تعليمها لدى المطوع سيبيتش العنجري حيث تعلمت القرآن الكريم والقراءة والحساب ثم تحقت بالتعليم النظامي من خلال المدرسة القبلية للبنات في عام 1946 عينت مدرسة في المدرسة القبلية في سنة 1962 عملت رئيسة لقسم البرامج التلفزيونية في إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية في عام 1963 عملت معدة ومقدمة لبرامج الأطفال في الإذاعة في سنة 1970 عملت رئيسة لقسم المكتبة والإعلام في إدارة تعليم الكبار في وزارة التربية في 1987 تقاعدت من العمل في إدارة تعليم الكبار ولكنها مستمرة في عملها كمعدة ومقدمة لبرامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون يعتبرها الكويتيون جميعا أما لهم صغارا وكبارا ولهذا ينادونها جميعا بماما أنيسة بداية لماذا اختارت ماما أنيسة الأطفال للتعامل معهم؟ السؤال عيد حلو يمكن لأطفال حلو وصعب الإجابة علي ما في أحلم من عالم هذه الطفولة فماما تختار أو الأطفال اختاروها مادري نحن اخترنا بعض أنا اختر أطفال والأطفال اختاروني بالتالي خلاص صارت ماما أنيسة طفلة 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 إلى أقصى الحدود نعم إذن من متى وماما أنيسة تتعامل مع الأطفال من خلال برامج التلفزيون؟ من خلال برامج قبل هذا أنا كنت مدرسة ومدرسة لأطفال بس حتى مدرسة لناس أكبر مني نعم بس مع الأطفال من سنة 61 يعني باستقلال الكويت سنة 61 أول برامج نزل في ماما أنيسة نعم هل شغلت ماما في التدريس حببتش في الأطفال؟ أكيد أكيد لأنه أنت عاملت مع أطفال فعلاً أنت ساعد ما تتصور شلهم الأطفال؟ عالم قائم بذاته عالم من النظافة بكل ما تعني هذه الكلمة المعنى عالم البراءة عالم الحب الصادق علموني أنا لأطفال أنه حتى أحب الناس في صدق حتى أحب حياتي في صدق أتعامل مع حياتي ومع الناس في صدق هؤلاء هم الأطفال أشلهم ما أحبهم؟ نعم إذن لو سألنا ماما أنيسة يعني قلنا لها جملة مثلاً جنة الأطفال ماذا تعني لك؟ هي الجنة هي الجنة هي الجنة يعني الطفولة حياة رائعة نعم وجمال أنا ما تصدق ألقي روحي يعني ألاقي نفسي الحين وين؟ صدقني فيه لما أكون مع الأطفال وينهم يمكن ما تطلع ضحكتي صافية ولا يزعنوا الكبار نعم ما تطلع ضحكتي صافية من قلبي إلا مع الأطفال نعم جد مشكلتي أنه ما عارفة جامل فمع الأكبار تلاقييني مقلة حتى يعني لأنه إلا تعاملي مع الأكبار من خلال هؤلاء الأطفال نعم يعني لابد شيء من ماما أنيسة يبلى الطفل معه أسطى نعم نعم أعتقد أن جنة الأطفال اسم برنامج أول برنامج أول برنامج قدم فيه تلفزيون دولة الكويت بماما أنيسة كان اسمه جنة الأطفال أنت اختارت الاسم؟ والله يشوف أنا ما أقدر أقولك أنا الحقيقة يعني كانت تجربة جديدة صح أنا شايف التلفزيون في أوروبا شايف التلفزيون قبلنا في جمهورية مصر العربية بالكويت عندنا كانت جديدة الأملية بالنسبة لي جديدة فجنة الأطفال أخذناها من التسمية نعم على طار التلفزيون أعتقد أن يوم صار بث تلفزيوني يعني غير حكومة بالكويت كنت بره ماما أنيسة؟ هو سنة يعني وأنا كنت بره أهلي يبعثوا لي مكاتي بذلك وقت ما في تلفونات يعني بالستينات كان اللي اتصل طبعا عن طريق الرسائل أو أحد يجي من الكويت من أهلي أو يعني أنه عندنا تلفزيون أعتقد كان ذا الكلام شهر أربعة أنه في عندنا تلفزيون في الكويت طبعا غير حكومي وحتى طرر شولي إصدار الدينار الكويتي يعني ربع دينار وشدي صدر الدينار الكويتي ما يعني كل هذه الأشياء ما كنت أنا موجودة داخل الكويت أنا جيت أبا يعني على طول جيت وباستقلال يعني باستقلال الكويت على طول فجت يعني حكاية البرنامج وأول بث لبرنامج جنة الأطفال نعم كنت أول وجه نسائي كويت بس التلفزيون الحكومي وقتنا أول وجه نسائي كويت يطل على أهل الكويت والله أشوف يعني ساعات يقولون أنا ما أحب أرد أنه فلانا ولهو في أول وجه كويتي يطل على تلفزيون الكويت على الناس وتباركة يباركون أهل الكويت الرجال الكبار والحريم الكبار هو وجه ممونيسة يعني أنا أذكر أول حلقة طلعت في البرنامج طبعا أخذت موافقة الولد الله رحمه ما في كلام موافقة الأهل ما كان هناك أي ممانعة و جئت للبرنامج بس لما طلعت من التلفزيون يعني شي جديد صراحة أنه أنا أكون أقدم برنامج و جيت البيت كان هناك نوع من أريد أن أرى ردة الفعل يعني على الوالد الله رحمه بالذات يعني اللي يعني لقيت تلفونات جتة أنا ما أنساها من رجال كبار لهم الجنة إن شاء الله ما أنسا التلفون يلجأ من العم سعود العبد الرزاق ولا الله يرحمه ولا من العم ياسين الغربة اللي الله يرحمه هذو اللي أذكرهم إنه هذي أنيسا بنتك الله يبارك فيها و يسر عليها و إحنا يعني استهنسنا بإنها تكون مع عيال الكويت الحقيقة دائماً الإنسان حصان الأبصال إذا كانوا مرتبين ونضاف الطفل النظيف سأمن هو اللي يكون محبوب من الكل إحنا شبنا بها تمثيلية طفلين صغار أخوان واحد دخل وسلم على أمه وسلم على أبوه وحب أمه و بعدينعلق البالط وماله على العلاقة وحق الجنطة مالك على الكرسي بمرتب ومنظم الثاني لا الثاني دخل وقف جنطكت مني وحدث الشاكيت مالك ذاك الصوب وكان شوية في نوع من الشطانة المهم أنه أخولي أكبر مني أقضبه وقال له يا أخوي أنت أخوي و أنت حبيبي و بعدين أمي و أبوي تعبون علينا اللي أبي منك أنت تكون حليب على سماية يكرهونك أهلك و يحبونك و لنرد مرة ثانية على سنة 1961 قدمت برنامج جنة الأطفال في التلفزيون الإذاعة المعروف أن ماما أنيسة تشتغل على الجبهتين إذاعة و تلفزيون بدأت برامج ماما أنيسة بالإذاعة السنة ساعة صار فيه نقاش بيني و أحد أعتبر الشباب و هو شايف يقول لي أنت بديتي ماما أنيسة التلفزيون الإذاعة قبل التلفزيون أقول لله و قال لي ترعني قلت لله مرة بس أنا متأكدة من نفسي أنه التلفزيون هو كان البداية حقه و الإذاعة بعدها ساعة و ستين الإذاعة بعد التلفزيون في حوالي سنة و نصة تقريبا التلفزيون أول هو الأساس التلفزيون هو اللي أعطى ماما أنيسة هذه التسمية أعطاها هذه الشجاعة بالمواجهة والشخصية اللي الناس أتحبها لأنهم يحبون أطفالهم يعرفون أنا كثير أحبهم والحين بين أبوينك ساعة اللي كانوا من سنة واحد و ستين و هنالحين في ثمانية وتسعة وتسعين يعني ثمانية و ثلاثين سنة إذا كان طفل و أنا كنا نطلع على الفكرة متوسط و حتى ثنوي إذا كان طفل عمر ست عشر سنة أو شاب عمر سبتة عشر طلع مع ماما أنيسة سنة واحد و ستين قيس ثمانية و ثلاثين سنة إلى خمس ساعة سنة خلينا نقول تشمش كثة صار العمر فوق الأربعة و خمسين سنة صحا عندهم عيال و عيالهم عندهم عيال لذلك لما يدخل المدرسة الكل يحضن مدرسة يحضن ماما نيسة يوم ماما نيسة أنت أمنا و قلوا ما أنا يدتكم و اللي الفخر بهالشي نعم نحن ما نطلع على الموضوع هذا ما دم يعني الناس الكبارة أنت لم تتكلمني عن هذا الموضوع قلبي من داخل يخفق نعم نحن نعرف الشخصيات يعني تذكرين من الشخصيات اللي كانوا و اشتركوا معاك في برامجت بالإذاعة و تنزون الحين و وايد منهم دكاترة منهم الدكتور أحمد الربعي منهم الدكتور عبد الرحمان المحيلاء المحيلاء منهم الدكتور إبراهيم الاخليافي منهم و منهم و منهم و يعني ما أذكر يمكن هذول لما أقول عنهم لأن هذول صغار بالنسبة للناس اللي أكبر منهم صراح نعم عندي أرشيف صور الناس يحتفظون بمجوهرات يحتفظون بأموال و في خزنتهم تجوريهم أنا عندي دواليبي مليانة لها أماكن مخصصة إيهي ثروة عمري إيهي صور الأطفال و توقيعاتهم و كتاباتهم و رسائلهم من قبل و ليهي الحين هذه لما قعد بروحي و أطلعهم و أقرأهم ما تصدق شيني المتعة متعة الحين يعني ماما نيسة إذا شافوك يعني يستحون يخجون يقولون مثل ماما أو كنا احنا في برامجها أو يعني شنو ردة تفعلهم هما شنو يعني تروانهم أنه لما يقولون ماما يسميبوني كابروني ايه بالتالي أنا أقول لهم اللي ما يقول لي يمه الآن مو بعد ماما اللي ما يقول يا أمي اللي ما يقول يا يمه ما أرد عليه صدقني نحن لاحظنا الشغلة هذه حتى في برامج يعني مثلا في برامج يعفن مثلا يعملون لياشي اللقاء مثل أخت أنيسة أو السادة أنيسة توقفينها توقفينها أنا شغل أقول للأخت ممكن الواحد يعاندها يعني يعوضها شوي بس الأم يعني بينه منك حتى الواحد ما يقول على أمه منها حلوة والأمه عايزت وكبرت أنا هم هذه ذكية فيها يعني دائما يقولون الأم يعني ما تقول أنت على أمي ما أبيتش صح فأنا يعني شون أنت ضايق من تسمية الأم نعم أنا أطول نعم أنا أطول يعني تحسين بنوع من وفاة من الشخصيات طبعا وفاة وأنا أحس باعتزاز ما تتشعر فيه امرأة في العالم ولا ملكة الملوك الاعتزاز في نسمة مانيسة بتسميتي أمي يمه مانيسة اعتزاز كبير خاصة لما تكون من رجل مسن أو من امرأة مسنة خاصة لما يقولون عيالي الكويت يمه أحس قلبي ودي أفتش ودخل وأنا مدخلتهم قلبي أصلا يعني على طاري كلمة يمه يعني تعتقدين يعني فيه شباب مثلا وناس كبار ينحرجون يقولون حق واحدة غير أمهم يمه لكن مع ماما أنا سعادي يقولونها عامي شنو الحكمة في الشغلة هذه والله هذا يعني شيء من الله سبحانه وتعالى والله صدقني أنا لما أشوف هالشيء أحس أنه من الله سبحانه وتعالى اليوم أنا في مدرسة وفي مدرسة جت تتصور معي يبنى مدرسة شنها البدر تقول لها أخذتها يعني تعالي تصورها معه سمحت تقول لها لا أخاف أطلع أمو حلوة يا ماما نيسا طرحت وين العمر الكبير هذا وفو الشيء وقلت لها حبيبتي أنت شبابك يزينك تعالي رح تطلعين أحلو ماما نيسا قلت لي لا يمو أنت روحك حلوة يعني ما يجاملونك الناس لا يمكن يعني أنا إنسان لا أحب المجاملة وأشعر إذا كان هناك من يجاملني لذلك ما أعطي أذوني لللي يتكلم أعطي أذوني حق الأطفال الأطفال اللي يوم اللي يوم إذا شافوا ماما نيسا خطأ على خطأ يقومون هذا الخطأ في ماما نيسا نعم أرضى منهم صدق لي نعم نحن نريد أن نتحول إلى حياتك نبتع شوي عن برامج التلفزيون لكن أنت المعروف عنه أنت إنسانة مطلعة تحبين القراءة تطلعين دائما تحبين تثقفين في سنة 57 سافرتها أين تجدراكم يعني إحنا من خلال الأرشيف الموجود يعني أنت إنسانة معروفة بالبلد والكل عارف ما ما نيسا يعني في سنة 57 سافرت لإنجلترا و بعض الدول الأوروبية يعني أمكن في سنة 1999 إذا بنت سافرت أمكن أن العالم أصبح قرية صغيرة أمكن أن أهلها يوافقون أنت كلم على ظروف سافرت سنة 1957 خلقوا لك شيء أسبوك أنت قلت أنت تحبين القراءة أو الإطلاع فعلا أنا يمكن أثنين لهم فضل علي في حب القراءة والتعلم لأنه أنا ما حصلت على تعليم عالي حتى أقدر أقول والله أنا أفخر بأنه بشهادتي لا أنا أفخر بتعليم العلم البسيط اللي حصلت أبوي الله يرحمك كان لدور شبير أذكر أنه مرة كان أقوي عبد العزيز أنا فارشة مكتبتها جدامي ومعروف أستاذ عبد الجحفر يعني يحب القراءة وأنا ما يكفيني كتاب واحد أي كتاب المهم أبي أقرأ وبس أطلب تعرف الزمان ما كان عندنا غير الراديو وما بيمكننا نقعد يعني نسمع الراديو إلا في برامج معينة إذا يرضى الوالد وسهرت إلىها ما زيد للساعة عشر تنتهي خلاص يعني كنت صراحة أتعرض عبد العزيز جافر من حب الكتب ما يبي أحد يجيسها بهالشكل فقال لها يعني أذكر أبوي الله قال لها بداليا عبد العزيز ما تشجعها وتقول لها قال لي شوفي أنيسو مو أنيسو كتاب وانيسو أنيسو أقري أي شيء أنا أي شيء يطيح بديني تقري الشيء اللي اليوم أنت ما تفهمينه رح تفهمين المتكبرين رح يكون مخزون في ذاكرتش لأنه ذاكرتش نقية الآن فرح يكون فيها فعلا كالنقاء ذاك الوقت لا تلفزيونات لا سينمات لا شيء يعني الكويس كانت غير الحين فكنت أقرأ فعلا كثير واستفت الشخص الثاني اللي شجعني صراحة قبل هذا في لما ختمت القرآن الكريم عند الله يرحمها مطوع سيبيتشا العنجري إحنا قبل يعني المطوع يعني يشيلون يودون يمررون على البيوت أنه هذا فرحاني في أهله أنه ختم القرآن الكريم فأذكرانا من لبسيني ذهب وايد وشايليني صغيرة يعني ما كنت بالسن يعني وخايفين علي أمشي وأنا بهذهب الهامة والأسروح والعبات الدربوية ونفنوف الزاري ما أنساها أحمر نفنوف أحمر روزاري وذهب وشيتي فوين ودوني ودوني عند الله يرحمها للجنة الشيخ عبدالله الجابر الصباح بصفته يعني كان مسؤول عن التعليم في ذاك الوقت يعني أنا ما دخلت أول ما بدأت للمدارسة النظامية لا كنت بعدي بالمطوع فقال لي أذكر أعطاني ذاك الوقت تصور عشر ربيات فضة عشر ربيات يعني الحين أكثر من خمسة ألاف ربيات أخذ سلام دينا فعطاني عشر تلاف ربيات وشالني وقال لي أنت بيتغلبين خالد وعبدالعزيز الحين أنا لم يحاتوني أخواني يقول أنا غرفتكم كم خالد كم عبدالعزيز بالديرة كم وكيل كم وزيد كم سفير وممنيسة واحدة بلا غرور بلا غرور أقول ففعلا يعني حب للقراءة خلاني حتى لما كنت في سفرات يعني يمكنك ظروف أول قبل يعني فعلا أنا من كثر لما أقرأ شيء ودي أشوفه فلما سفرت كانت لي فرصة أنه أنا قارية عن الفنان مايكل أنجل عفوا أماما نبي يعني ظروف السفرة خاص قررت أنت قتل حق الوالد الله يرحمه لا 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 أنا سفرتي هذه كانت أنا مختكت من زوجة وسافرت ذهرت مع زوجي في رحلتي إلى أوروبا الرحلات هذه كانت كل دولة أول ما أزور فيها المعالم اللي موجودة في الدولة حتى الكنائس كنت أزورها أشوف عظمة الإنسان في إبداع ما صنع المتاحف فمنها كانت الفاتيكان الزيارة الأولى للفاتيكان في روما وصراحة قلت علي يا ربي في سماك أنت تعطي الإنسان العقل والتفكير وتتركه يختار كيف يوظف هذه الموهبة التي أعطيت له فمايكل أنجلو كفنان وظف هذه العظمة والعظمة الله سبحانه وتعالى بأنه رسم كنيسة الفاتيكان برومو للآن تشهد هذه المعالم تعملها صيانة إنما المعالم الرئيسية موجودة لا كان هناك ألكترون ولا كان أكو تكنولوجيا حديثة ولا كان أكو يعني طريقة البناء ورفع شون قدر هذا الرجل ينام على ظهره ويرسم هذه بهذه الروعة هذه سقف هذه الكنيسة يعني إصراري وشفتها بفيلم يعني اللي زاد إصراري ودي أشوفها قرأتها في كتاب وشفتها بفيلم فشفتها على الطبيعة شي يعني مذهل فأهم يعني أشيق بلكم فعلا أنا أحب حتى الآن لما أسافر تحصل الفرص أحب أزور المعالم أي دولة أكون زرتها أشوف هذه المعالم نعم نحن نبرد مرة ثانية أن ماما أنيسة صارت مدرسة نعم إذن أنت تاريخ طويل فنحن نحاول نقتصر هذا التاريخ أستغفر الله العمر طويل تحصل كبير نعم نحن يعني ماما أنيسة صارت مدرسة أين يعني عينت في المدنسة القبلية أين يعني والمدنسة اللي كنت درسي فيها من الأساس نبي يتكلم على هل أنت كنت أصغر مدرسة يعني أكبر عشان يقوله ما منسة تزغل روحة أين أين ما قل حقيبها والله ما هو شوف العمر بالنسبة للمدنسة ما يشكل شي الأمر بعطائك نعم وبمحبة الله سبحانه وتعالى وقربك من الله ومحبة الناس هذا هو عمر ماما أنيسة وأنا الآن ألاقي عمري بجد بجد أسعد إنسانا على وجه البسيطة بجد أسعد إنساني لأن أنا بنت الكويت هذه الأرض الغالية وبنت هذه الأسرة الطيبة الكبيرة أسرة أهلي وناسي وعزوتي أهلي الكويت الأصغر والكبر يعني ما لا علاقة العمر نعم أنت أشتبي الحين الآن أنا بسأل هل كنت أنت أصغر مدرسة يوم لا أصغر مدرسة لأن أنا في مدرسة قبلية كنت مدرسة يعني طبعا نسبة الكويتيات ماكو ثلاثة وفعلا أكبر مني كانوا والمدرسات اللي معانا الشقيقات من الدول العربية وكبار طبعا يعني دارسات وغصات الدراسة الجامعية وأكبار كبار بالعمر يعني فعلا فلماي أنا ساعات حستروحي مثل لعبة بينهم يعني أدخل شلون أولا ما جد أمو مغرورة ما يقال لا حالا والله ما يقال أن أنا كويتية بينهم أنهم هاي ديرتي هم فعلا يعني يدرسون في بلدي فمستنسة وأدخل يعني برغم أن الصواتي ما فوح ترى من أول مو بس اليوم نعم لك خلو يعني الله يخلي أدخل أغني يا كويت الحلوة يا كويت أحلى من ربوعك ما لقيت إذ غنيها نجاح سلام فأردد هذه الأغاني يكون يوم مغبار حر وهوى والدنيا وأنا أحلى من ربوعك ما لقيت ففي واحدة المدرسة قلت لي يقصف عمرك وين أحلى من ربوعك قلت له أنا عندي أهي الكويت ربوعك فعلا أحلى منها ما لقيت يعني فعلا كنت أصغر مدرسة بجد يعني نعم ودرس على الفكرة له عربية ودين وهذا فادني كثير ما تذكرين طالباتك منو كان منهم أقولهم أقول لك يمكن أنا أخافهم ما يرضون أقول سعاد سيد رجب كانت تلميثي بكيلة وزارة التربية السابقة ولا تزال بنيتي إيهي الحين أنا نتحاشين الأمماتي تقولي أنا أقول لها بنتي سعاد الحميضي بنتي غير وايد يعني من ذلك فعلا يعني أذكر من أذكر ما بأنسه في مدرسات يعني بعد الشو مدرسات الكويتيات وايد ما شاء الله يعني إحنا كانت بداية يعني قبل كانوا فيه مدرسات وأقبي طبعا انتشرت انتشرت يعني ترى شوف ما كان فيه تزمت بالكويت أبدا ولا يزال ماكو تزمت أكو إيمان بس أنا أرجع أقول أكو أنت يعني كإنسان تعطى ثقة يجب أن تحترم هذه الثقة وتصونها وتحافظ على نفسك باحترامك لذاتك باحترامك لمن تتعامل معهم سواء كانوا رجال أو نساء يعني أنا أذكر أنه أول ما دخلت تلفزيون الكويت يعني لغاية اليوم ما شعرت يوم وليام أنه أنا دخل لأم حتى وأنا بسن صغيرة ما شعرت إلا أنه فعلنا أنه داخل يعني ما أذكر مرة وحدا قالت لي كان من أحد يعني رجل كبير بالعمر من أحد الأساتذ المصري اللي موجودين قال لي يا مدام زعلت جد زعلت يعني كان تلفزيون أسوت ببيض وأذكر أنا حضرتي لابسة نفلوف بنفسجي ولابسة عقد بنفسجي ما يبين يعني ما يبين بالأسود في البيض كله أحد يعني بنفسجي أحمر أخضر وكل اللون أسود في البيض فرجل كبير يعني أذكر أمر حوالي 65 سنة من أساتذ الأفاضل اللي جاءوا في بداية تلفزيون الكويت يعني تنسيق العمل وتعليمنا الحقيقة من جمهورة مصر العربية ما نقدر ننساهم فقال لي يا مدام اللي أنت لابس هذا ما بيديش كنتراست يعني بمعنى أنه كنتراست ويلغتكم أنتوا أهل الفن أنه ما يعطي يعني بنفسجي على بنفسجي فطلعت تشدي يعني انزعجت قلت أولا أنا مش مدام أنا ماما أنيسة وعندما تكلمني كلمة ذكرة أنا أقول استغفرالي لما تجي تكلمني أنت أويرك يكون بيني وينك 6 متر لأنه أنا أسمع ما في داعي تكون قريبيني ونت تتكلمني حتى أذكر السادة محمد السن عمسي والذي تكلموني عقب مرقى الموسفى الشلتينة شكال لي شركت لا ما في داعي يلصق فينه يكلمني ما في داعي لأنه شوفوا إيه بأي أقول لك شي ساعد أنت عشان تبني لنفسك قاعدة بن الاحترام لازم تؤمي بنفسك بقناع أنك أنت لازم تكون محترم بذاتك يمكن أنه أقالها طبعا أكيد بدون قصد وغيرها يتأخذها ذريعة وحجة مو مع ممانيسة مع غيري يعني فأنا بس أبي أقول لبناتك معناه ما غلط يعني ما غلط لا هو شغلة أنه يوجهني بس إش حق يمسك السلسلة لنا لابسة صراحة ما لهذا إلي اليوم أنا أقول يعني أنا لأن العفو لما بيضع مهندس يجي عشان يحط المايكروفون لماما أنيسة مكسرها ماما أنيسة تركه وقوله لماما أنيسة أحطي ماما أنيسة تحطها ما في دائع حد يجي يحطها له هذه أنا اللي أقصدها أنه في أشياء يجب أن يقدرها الإنسان لنفسه ويحترم ذاته عشان يحظى باحترام الآخرين مو الحب مهم الحب يأتي بعد الاحترام إذا أنت احترمت إلي أمامك واحترم ذاتك ما في كلم الناس رح تحبك وتقدرك من خلال هذا الاحترام حتى في الحياة عام بين الأهل إذا ما يكون هناك حد فاصل من الاحترام حتى بين الزوج وزوجة إذا ما يكون هذا الاحترام موجود ما رح تكون حيات فيها حب تأكد حكايات في العدد الماضي من مجلتنا التقينا مع الحلقة الثالثة من متعب أرنباد وفي هذا الأسبوع ننتقي مع الحلقة الرابعة والأخيرة من هذه القصة الجميلة المسلية بسد المتعب دلتعلى من يدك عرف لما يكون عندك ديل زي ديل يحصل إيه يحصل إيه تبقى أجمل أرنباد في الدنيا وإخواتك وقريبك كلهم يحصلون مسابقة العدد يلا يصار نحط بالنا زين لهذه المسابقة سابقة تقول شي يمشي على الأرض بكل مكان ولا شوارب ولا لسان لكن أخرس عمره ما يحجي ولا مرة سمعنا يتكلم وتشد لسانه وتشد شواربه ويشيلك ولا يوم يتألم أقول مسابقة مرة ثانية شي يمشي على الأرض بكل مكان ولا شوارب ولا لسان لكن أخرس عمره ما يحجي ولا سمعناه مرة يتكلم وتشد لسانة وتشد شواربة ويحملك ولا يوم يتألم هذه هي مسابقة هذا الأسبوع طبعا راح نظل ماما في عملية تدريس ولكن راح ننتقل إلى مرحلة ثانية يعني عملتي في إدارة تعليم الكبار يعني أيام قبل مثلا كانوا يعني مثلا الرجال والنساء يعني عدد كبير من الأميين ويتحرجون يعني شنون ماما أنيسة مثلا تتعامل معها هو كان المفروض أنه البرناعة يعني أنا رئيسة قسم شؤون الدارسات فكان الاحتجاج شديد شنو الدارسين وشنو الدارسات كلهم عيال الكويت أنا صراحة أعوذ بالله من قلت عملي مع الأطفال مع عيال طبعا أنا انتقلت إلى دارة تعليم الكبار سنة سبعين لما صرت هذه الجفة يعني دي انتقلت أقدم برامج الأطفال بس كنت رئيسة قسم القسم اللي تغير التسليمية تساعدني فيها الأستاذ يعقوب غنيم الله لبس العاف فيها الأبن الكريم اللي هذا الرجل اللي ما أنسى أبدا آذرني تماما كان وزير التربية فقلت لأستاذ يعقوب يعني شنو شؤون الدارسات شؤون الدارسين قال لي شنو أنا عندي المكتبة وأنا إعلام عندكم يعني عندنا تعامل مع التلفزيون فخلينا نسميها إدارة قسم المكتبة يعني فأصبحت رئيسة قسم المكتبة والإعلام بإدارة تعليم الكبار ومحول أمية الرجل اللي يجي الأمي يعني يبي يتعلم والأمرأة التي يتعلم هذول يعني يجون لماما أنسى للماما أنسى يتعامل مع الأطفال مع عيالهم نعم شايف شلون فوجود ماما أنسى مع الأطفال خدمني تماما بالتعامل مع الكبار كوجه مألوف لهم يعني أنه أنا حاج عيالهم فيجيني يا بلد العصر معنا يقعد معاي في المكتب ونشوف شنو مشاكلها يعني مشاكلهم كثيرة كانت فكان نوعية التعليم عندنا شون يعني كأنه محاسبة محاسبة بس عقاب 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 لا لما تعطينا أنت مشكلتك أحلها لك أو أساعدك في حلها وش اللي خلينا أنا وديها أنشرها على مستوى الوزارة بيني وين بين هذا الإنسان نحل هذه المشكلة ونوصل إلى حل ونوفق ما بين الزوج والزوجة ويساعد زوجته بالدراسة وما أكثر ما ساعدوا رجال الكويت زوجاتهم اللي وصلوا إلى مناصب الآن وأخذوا مراكز ترى معظمهم من تعليم الكبار ومحول الأمية أكملوا المرحلة اللي هي مرحلة ابتدائية الصغار بأربع سنين والكبار بسنتين وبعدها تبتدي الدراسة المنتظمة اللي هي أربع سنوات متوسطة بعدين الثانوية كثير منهم من شاء الله يعني ما بيأذكر أسامهم ربما ما يرتاحون هم لكن أنا أقول لهم دائما من الملتقيهم أقول لكم الفخر أنتم كملتوا تعليم الكبار والتحقتوا بالجامعة وأخذتوا مناصب ووصلتوا إلى مستوى عالي من التعليم الماستر والدكتورة من شاء الله أعرفهم بالاسم بس ما ودنا يعني ضايق أحد وردنا ودنا رد يعني ماما على يعني قلنا إحنا أن ماما أنيسة متحق أسعدة أنت محاور جيد وعندك يعني شهادة هذه يدت بيها من أمك عندك استعداد لأنك ما الضايق الضيف اللي أنت استضيف أنت أمك الحين هي معك بس يمكن ما أدري بعد المخرج والمعيد لدور فيه كله معيالة نحن ودنا يعني إحنا قلنا أن ماما أنيسة يعني معروف عن أن إنسانه مثقفة تحب القراءة والإطلاع وسافرت عشان شذي يعني ما فكرت ماما أنيسة أن تستثمر يعني هذه الثقافة في برامج ثقافية للكبار مثلا ما طرع على بالك شوف أولا أنا يعني اللي خلاني أحب القراءة بجد أنا حفظت القرآن الكريم أنا صغيرة صدقني أنا لما أكون في ضيقة الحين هي آيات الله سبحانه وتعالى هي اللي تساعدني أنه أقوى على أي مشكلة تصادفني والحمد لله إن شاء الله ما تصادفني مشاكل القرآن الكريم يعني حفظي لوانا صغيرة خلاني أحب أقرأ وايد و يعني ساعدني في هذا الموضوع كون أنه ما أبي أستثمر يعني تعطيني حقي يمكن ما أبي أكون يعني أنه أقدر أنا أسوي روحي أنا العلامة أنه أقدر أنا أقدر الكلام سهل علي مو صعب بس التعامل مع الصغار خلاني ما أقدر أتعامل مع الكبار التعامل مع الكبار أقعد ساعات نكون قاعدين في قاعدة ومستانسة وشدي يمكن الناس اللي شكترة هذر وأحب الحجي مع الأطفال وشدي يمكن ناس تعجبون أقعد رفزا تحجبون كأنه ماني معا ما لي شغل في الكلام اللي يقولون نعم يعني هذا الكلام اللي ينقال ما علي أنا فلانة فيها وفلان فيها ما علي أنا همي بعملي وفي نفسي وهمي أنه أشوف الكويت هذه مثل ما أنا عشتها بنت في الثلاثينات لما ولد شي دي الكويت الكويت اللي لما ينزل المطر ويطيح على ترابها تطلع ريحتها هي عندي أغلى وأجمل من كل العطور لذلك تجد دمك عيوز فعلا عطورها هو العطر عطر الكويت البخور والجس نحن 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 نصمر ببيتكم في أول مدى الشيناك لها بخور والعطور نازم يقال عني ساعتهم لسا نحن في معبدنا معابد معروف البخور نحن في الجنة نحن لحات الأخور حلوة يعني مع الكبر شلون يعني أنا كانت لي تجروة صراحة في برنامج تضفوني فيه وقالوا عني أنه أنفق وكتبت الصحف وقت أنه ممانيسة فعلا ليه ما يستحوذ عليها التلفزيون قلبا وقالبا ويأخذها إلى برامج الكبار بعد كان اسم المايكروفون معها استضافة ومدة 20 دقيقة مع البنت الغالية اللي أكلها في نفسي كل الحب والتقدير والاحترام أقول الله يوفقها بحياتها ويخليها يا رب أمين الشراخ كانت تقدم البرنامج لمدة 4 ساعة 20 دقيقة المايكروفون معها بقيت الساعتين المايكروفون تعطيه ماما نيسة ماما تستضيف اللي تبي يعني استضفت أذكر الدكتور عبد الله النفيسي وأذكر استضفت كريمة شاهين وأذكر كل طالبة أستضيف الفنان عبد كريم عبد القادر لأنه من أول أغنية طلعت وأنا أقول هذا الإنسان رح يكون لبصمة في التاريخ الكويت فعلا أبو خالد تشديفة يريد تستضيفونا في حلقة إن شاء الله بلاك يسعدنا بجد يعني فما توفقت فيه بس أقومة نذاعت الحلقة نقال لي والله يعني نقال لي أنا كتبت الصحف والناس قالوا أنه التلفزيون يجب أن يستحوذ على هذه الإنسانة الراقية ما أنساها بقلبا وقالبا بتقديم برامج الكوار بس أنا لقيت روحي معبر مصالحنا لا أستغفر الله لا يعني يعني ما الكوار تحتاج إلى نوع من المجاملة نوع من المدهنة وهذه الطبع في قامس ماما نيسا ما لها وجود نعم لا كلش نعم زي بماما نحن ممكن نحور السؤال مرة ثانية يعني ليش الكثير من المقدمين للبرامج سواء على مستوى الوطن العربي يا أبو يتعاملو مع الأطفال ما كدروا يتعاملون يعني ماما نيسا تتعاملوا معهم وصار اسمها ماما يعني في الأخر حاولون يتعاملوا مع عطف ما كدر أيش أهل الكويت ساعدوني أهل الكويت يعطوني يا بعد عمري أهل الكويت بتعطوني دفع من أكبر راس في الدولة الأصغر واحد يعني يعطوني تصور لما أنت السمو أمير الولاد يقول ماما لما السمولي العادي يقول ماما اشتفي اكثر لما الريال الكبير يقول ماما لما الطفل لما الانسان البسيط العادي يقول ماما يعني شو تبيه اكثر من شي دي دهم فبعدين الحمد لله يعني انا اقول انت اصدق الاطفال ما تقدر تشتف عليهم هو الصدق في ال يمكن صدق ماما انيسة معاهم خلاهم ما ادري يمكن يعني ما بيعطي لي نفسي صفة ليش الناس هتحبني ما ادري اقول الحمد لله هذا من رضى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني ألقى محبة تشوي قروب الناس الحمد لله الحمد لله هذه هي ثروتي وهذه هي عمري كله وحياتي كله لذلك كي ترعي المرحة اكبر كلبكم يا صغيرة مخصة الساعة لا بعد في عندنا شمس سؤال يعني ماما انيسة تقدم البرامج من سنة 1961 الى الان والله ان شاء الله يعطيش طوط العمر 38 سنة بالضغط 38 سنة طول ما فيني السان نعم وقلب ينبض والسان يقول الكويت نعم ويقول الصباح ويقول اهل الكويت لا مجاملة ولا تزلف ولا تقرب لأحد نعم اقولها بمشاعر صادق وطنية لانه انا رضعت هذا الحب لما فتحت عيني بيتنا لقيت امينة ومحمد امي وابوي رضعوني حب هذه الأسرة أسرة الصباح حب الأرض الكويت وأهل الكويت نعم مدام فيني الكل متفق على هذا الشغل نعم وهذا شعور كل الكويتين الحقيقة مو بس أنا أدعي لنفسي نعم ما راح أبطل نعم نرد على سؤالي يعني من سنة 1961 إلى الآن انت بصر على تبين عمري للناس أنا سعيدة والله سعيدة صدقني والله والدي ما أقولها والله وأنا كاذبة أنه كل ما قبر عمري سنة ما تحسرت يوم أوقف جدا منظرة وأقول ويه يا ماما أنيسة صرت عيوز كبرتي ما أشوف شهمني فيه تجاعد نعم هذه أوسمة نعم أوسمة حب من الكبار قبل الأصغر نعم التجاعد هذه ما هو عيب ما راح أخذ عمري عمر غيري هل أنا قادرة في هل عمر أعطي على العطاء نعم العطاء هذا القبول من الناس موجود ولا لا أنت ما تصدق أنا يعني شا أقول لك أتمنى كاميراتكم تدور يوم والأيام وتلاحق ماما أنيسة من بداية من نص شهر عشرة إلى آخر خمسة في كل مدارس الكويت رياض وابتدائي ومشترك ومتوسط بنين وبنات وتعال شوف هل هون قاعدة ترضي الكل ماما أنيسة أرضيهم ما أدري أرضيهم أوفق أنا هو تنسيق زين نعم تنسيق أنا ترى على الفكرة حياتي ما عندي يعني مشاغل تشغلني أبدا لا عندي أشياء خاصة في حياتي يعني موظفة نفسي لها هي شغل مثلا تجارة أو شيلة حتى تأخذ من وقتي ولا عندي شيء لهيني يعني أنا إنسانة ميسرة لي الحياة الآن أنه أنا أعطي نفسي لعملي أنا جيت البيت مثل ما يقولون مخدوم ومحشوم لكن أنا أخدم في البيت وأحب أشتغل يعني وقتي كل لهم فتنسيق عملي إنه أنا عندي جدول أبتدي من يوم السبت الساعة ثمانية أكون خارج البيت يتوقف على طريقة العمل ساعات بالوحدة ثنتين ثنتين ونصم أكثر وأرجع والعصاري كيلة فاضية مقلنا أنا بالطلعة والتساير وهذا والتسوق وذي هم مقلة فيها ولا نينة دمانة لأنه لما قعد في البيت وأطال أنتظر بهذه الظهرية هذه العصر عيال أختي يدخلون ويطلعون علي يملون حياتي الناس اللي يجون وأطفال ويطلعون حياتي بالعكس حياتي حلو حلو ردت مرة ثانية لسنة واحد الستين أنا سؤالي أول برنامج قدمت أمام أنيسة برنامج جنة الأطفال أين سنة تسعة وتسعين وما زال مستمر عيالة ديرة أين شو الفرق ماما بين الطفل اللي قدمت لبرنامج جنة الأطفال في واحد الستين والطفل الحالي ما كفرق الفرق شو بيكون غير أنه الآن الحياة تغيرت ويعني مثل ما يقولون تكنولوجيا الحديثة دخلت وغيرت مفاهيم وغيرت مظاهر إنما جوهر الإنسان الكويتي الطفل الكويتي ما تغير برامجت يعني ماما أنيسة هل تطورت معها التكنولوجيا يعني قاعد نشوف حين انترنت ونشوف الشغلات هل قاعد تطور بحيث أن الطفل قاعد يستفيد من الشغلات الجديدة صدق سعد أنا برنامج غريب أنا نفسي أتعجب أنا برنامجي غريب أنا برنامجي ما هو مثل ما ما يتصورون بعض الناس بتفكير سطحي العفو بهالكلمة الناس الكويتيين كلهم قاعد يشوفون برنامجي برنامج إنه هو رائع وغمى مو أنا اللي قيم البرنامج هم اللي المهم في البرنامج حتى النصيحة الغير مباشرة حتى التوجيه السليم وهذه المدارسنا مي مقصرة إذا كان أنا يعني أقولك شي إذا كان الكمبيوتر موجود في مدارسنا من رياض الأطفال إذا كانت اللغات الأجنبية من رياض الأطفال إذا كان الأساليب والمفاهيم الحريثة على فكرة رياض الأطفال في الكويت مصنفة في العالم في المرتبة الخامسة تقريبا هذه المرحلة الرياض نعم فإذا كان هناك تقصير في أصابعي إذا كان هناك في بعض الأشياء التي تحصل هذه لا أحد لتطور في هذا فضل ولا للتطور مثل ما يقولون في ذنب التطور كيف تطور أنا دائما أتعجب لماذا لا تطور الكمبيوتر يعني من فترة أنا قريت حتى ما قريت أماما قاطبين سالفت أننا دخلنا القرن 21 القرن وعد أشيداني الشي اللي بغير أنا بنت القرن العشرين أنا بنت القرن تسعة عشر نعم يا حلو اللي عاش الكويت اللي عاش الكويت في المرحلة اللي أنا عشتها يحس بنظافة كل ما هو بكل ما تحمل كلمة نظافة من المعنى نعم نحن بما أنش تحبين سوالف الأطفال ونبتركز على السالفة يعني المعروف أن ماما أنيسة يوميا موجودة مع الأطفال نعم اليوم أنا الله يهديكم نشفت ريجو هنا يا ساعتينتين وربع نعم نحن ننتزل هالفرصة هذه وعارفين تحبين السوالف عن الأطفال أموت عليهم أموت عليهم نعم بالنسبة حق الأطفال يعني مثل ما قلنا ماما أنيسة يوميا عايشة مع الأطفال هل تشعرون بأن هناك أطفال قاعد تشوفين يوميا محرومين من أولياء أمورهم رغم أنهم موجودين أنت الآن دست على جرح ايه معظم مدارسنا أجد ماما أنيسة بنقول لها شي فقرة يطلعونها خصوصا برياضة الأطفال يخاطب فيها الطفل والطفلة يخاطبون الأم والأب مظهر أنا ما أقول أننا أتشذب عليك إذا أقول لك نبدأ نستغني عن عمالة داخل بيوتنا تشذب بيوتنا قبل لما كنت أنا أمسك بالصيهد أمسك تكرم المكنسة العرفية وأكنس الحوش والرشة من الجليب وما أقول أقول ردو لشديد الحين الحياة تحتاج إلى أحد يساعدك في عمل البيت حتى لو كانت المرأة ما تشتغل تبي من يساعدك لكن كون أنا طفلي يروح الروضة وأروح المدارس ساعات تفرق شبدي وأشوف السيارات كل هذه السيارة طولها من هنا إلى هناك العفو مانا بنقول التسمية السايق السايق السيارة ولا المربية ساحبة لأهل ويعيبتها ليش يا مال الكسر تسمي اللعلم أعيلي الأمهات ليش ما هم يبون خلي الأبو مشغول أنا ما أحمل الرجل يعني راح يزعلون الحريم ما أحمل الرجل مسؤولية ما أحمله ولو لنصيب كبير ويساهم الأم شون يعطيش قلبك أن الطفل تيبة مربية للمدرسة نيش أنت موظفة المدارس مساكن أعرفهم أنا خاصة برياض الأطفال وحتى الابتدائي في غرفة انتظار ومدرسة قاعدة ما لا شغل إلا تنطر إن شاء الله يساعة أربعة الطفل يأخذون أهله وهذه صراحة كلمة يعني يستحقونها بناتنا في مدارسنا في قاعة انتظار وفي انتظار ليش متي الأم تأخذ ظناها ليش ليش ما تأخذ الطفل هي بروحها هذه هذه الآن في أطفال محرومين من أمهاتهم يعني ما نقول إحنا نسكوا على روحكم أعطوا وقت كل لكن عيالكم هذول أطفال أكبادنا تمشي على الأرض بفترة التخرج بالمدارس نلاقي اللي يؤيبونهم اللي تجي معاون حضرت مرة تكريم في منطقة من المناطق لمرحلة كاملة من رياض الأطفال إلى الثانوية وكنت يعني مدعوة وقمت بتوزيع شهادات وذي يعني تشكر المدرسة الثانوية اللي يعني دعتني اللي أكل معاهم فوجئت بأنه عدد الشغلات أكثر من الأمهات يعني حتى الأم ياية والشغلوية أدخل الجميع أجد الأم تدزل العربانة والشغلوية مش دعوة يعني الكذر أصبحنا يعني مرفهين أكرم علي يدخل الجميع وورا يدري ولا وورا يحديد شفيني أنا مكسر ما قدر أدخل جميع أخذ حاجتي وطفلي معاي بالأكثر صغيرة حطها بالعربانة وإداز وأخذ حاجتي يعني هذه أشياء ما أدرش ما أقول دخيل على مجتمعنا بس يعني الله يهدي من أياتنا إن شاء الله إن شاء الله وتكون مثل ما احتضنونا أمهاتنا نحنا وقاموا فينا وربونا وعلمونا وإذا كانوا طقونا نقول كل طلاق بتاعهم وروحهم الجنة وإذا محرم عن النار سواء الأباء أو الأمهات لا يتضايقون عيالنا من أخناق أمهات يريد بس يعني يخفضون لهم جناح ذلي من الرحمة للأم والأب لهم يعني نعم ما زلنا بالطفل ماما أنيسة تحضرين مسرحيات عن الطفل تابعين هذه الأمور ليش مو يعني تقليل من شأن من يقدم أنا أقول هذه جهود كل واحد تكثر خيره اللي يعني يحاول أن يقدم فكرة يخدم من خلالها وأعتقد أنه يعني أنا ضد اللي يقول هذول يقدمون للهدف المادي الهدف المادي مو غلط أنه الإنسان يريد ربح من عمل يقوم ثمر الجهدة نعم ثمر الجهدة ثمر الجهدة من حق أنه أنه يأخذ ربح على أقل نتيجة تحبة في هذا المسرح وإعداد يعني أي واحد يعمل يأخذ أجر حتى لو من نفسه هذا الأجر لكن أنا كلي أتمنى وأطلبه أنه يتوخى الصدق بما يقدم يعني لا يكون الثراء على حساب هذه الطفولة يعني أنا ممكن أن أضحك الطفل من خلال عفوا من خلال يعني حاشة سامين من خلال كلمة سب ممكن أن أضحك فيها طفل صح ولا لا نعم فرق بين أن أضحك بأن أقول لك كلمة الضحك والكلمة نابية وفرق بين أن أقول لكلمة الضحك والكلمة هذه مفيدة وفيها هدف هنا الفرق يأتي بين ما أنا بنناقش عادل الكبر للضحك الهدف والضحك الغير الهدف يعني لذلك ما أبي أروح أعور قلبي وأعور قلبي الناس ساعات أنا أشوفها على التلفزيون يصفقون حق شنو تصفيق ما أنا عارف يصفقون للممثل يحبونه يحبون هذا الممثل صح شايف شنون يحبون هالشخصية اللي على المسرح تمثل لهم بس شنو قاعد يقدم مو ذاك يعني يعني ما قادة ما إن شاء الله ما نحاط من قدر أحد وأشكرهم على جهود بس أنا أقول إن شاء الله خليهم يعني يتوخون الشيء الجيد إن شاء الله ويربحونها لعينه وراسي من حقهم أنا ويربحون يعني أنا عندي شركة تنتاج على فكرة وشركة من زمان مشهرة لم أستطع أن أقدم عمل للأطفال وطلب مني من المملكة العربية السعودية وطلب مني من الإمارات وطلب أكثر من جهة أن أقدم عمل للأطفال كلمة أقدم خطوة بينما أقدم لتلفزيون دورة الكويت نص للأطفال إن شاء الله يكون كاتبة أمبراطور في الكتاب أخاف لأن أنا فعلا لما قدمت هذا العمل رح أربع تلفزيون الكويت رح يساعدني بتخصيص مبلغ للمسلسل هذا أنا رح أسوق هذا المسلسل وأستفيد منه ما في كلام يعني مهما يكون هذا الربح رح أستفيد ماديا صح لكن يبقى هل اسم اللي وما نيسى بنته والناس اللي تحبه أهد أنا أجد روحه مو قادرة يمكن غير يقدر يمكن غير لعل إن شاء الله يكون فعلا أجد من يقدم مسرحيات ومسلسلات فيها شيء يخدم الطفل الكويتي طفلنا بحاجة وطفلنا أذكر ما يتصورون الكبار وهذا الطفل الكويتي ذكي يكفي التعامل مع الأزمة اللي حصلت الله لعيدها إن شاء الله سنة التسعين وما بعدها الآن من خلال زيارتي إلى هذه المدارس والتجوالي تجد التعامل تشوف كيف تعامل الأطفال مع الأزمة نعم العموم ماما احنا برنامجنا اسمها بصمة كويتية لو سألنا ماما أنيسة يعني أين تجد بصمتها الكويتية في خدمة أهل الكويت أنا ما خدمتها الكويت وجد أنا ما وضعت بصمة في الكويت هي الكويت وأهلها هم اللي وضعوا بصمة في حياتي هم اللي عطوا ماما أنيسة هذه هذه التسمية اللي أعتز فيها وقدرها وأرجو أقول يا رب أن أكون عند حصن ضنهم هم اللي وضعوا هذه البصمة لماما أنيسة أنا ما وضعت بصمة أنا أردت دائما نقول قرأت وكثير سؤل أحد الأشخاص يعني هو سأل لماذا تقولون دولتك عطتك وديرتك عطتك يعني على مستوى العالم يعني ليش كلها تقول لي أنا دولتي شعطتني فقال لا تسأل كندي ماذا أعطتك كندي يعني ما أنسى أنا حتى فيه مسلسل شفت راسخة في ذيني لما يحاور أحد ضباط المسؤول ما لا يقول له أنت كلها تقول لي شنو أعطتك أعطي لأمريكا وأعطي لأمريكا يعني ليش شنو أعطتني أمريكا فقال له ماذا قال لنا هذا الرجل وجاي بالكاميرا على صونة كندي فقال له ماذا قال لنا هذا الرجل لا تقول ماذا أعطتني أمريكا قل ماذا أعطيته أنا لأمريكا هل أم حسن منه أنا قل ماذا أعطيت أنا للكويت ولو هي نقطة في بصمة هاي البصمة نقطة واحدة ما أعطيت أنا للكويت هي للكويت أعطتني بصمة كل حياة يا عبد بصمة كويتية يصلض الضوء على أولئك الأشخاص الذين وضعوا أسماءهم في سجل مشرف تتحدث عنهم الأجيال جيلاً بعد جيل يفخرون بما قدموه للوطن ونسعد نحن بتسجيل تلك البصمة الكويتية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة